السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حبيب قلب اعملين ايه? ربكم خير وحشتوني اخباركم ايه? وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهار ده بقى. بنسم الله ونصلى على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة تشرح بها صدرانا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنمحوا بها زنوباني عليك يا رب العالمين. النهار ده يا حبيب قلب بقى نعمل حاجة سهلة وبسيطة جدا وف مينت ونضيفة ومعمولة في البيت وعارفة معمولة ازاي وفاة توفير وفاة كل حاجة ما شاء الله تبارك الله الطبق اللي هتحلو اللي هنعمله النهار ده. لو هتشتريه من برة. مش مش اقل من اربعين او خمسين جنيه. هنعمل مع بعض حلو الشام. اللي هو كريم كرامل. آآ زي ما انتم شايفين الكيس بستة جنيه ونص. وبرضو هتجيب كيس لبن بتسعة جنيه. ما شاء الله تبارك الله كله مش مكمل عشرين جنيه. لو هتجيبه من برة شوفها هيكلف قديه وطبعا مش حالو. ده معايا نص كيلو لبن. او اربعمائة جرام بالزبط هيك. لبن كامل الدسم. لبن بخيره. بتجيبه من السوبر ماركت لكن ده لبن آآ جاموس. ما شاء الله كامل الدسم جايبينه من عندنا من جيراننا. اهو يا حباب قلبي بالشكل ده ما شاء الله سبارك الله زي ما انتم شايفين. بفتح محتويات الكيس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة انتم حباد بنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. طبعا يا حباب قلبي اللبن انا غليته وبردته خالص. اهو دلوقتي اللبن بارد ما شاء الله تبارك الله بنقلب فيه محتويات الكيس كده. ما شاء الله تبارك الله اهو. وبنرفعه مع بعض على النار بنقلبه جيدا وبنرفعه مع بعض على النار لحد من المحتويات تدوك خالص. بالشكل ده. ده يا حباب قلبي ما شاء الله تبارك الله. البتجاز بتاعنا هوت. هنقلب فيه كواس جيدا. لحد ما تدوبوا المحتويات بتاعته. مجرد ان هو بس يسخن شوية كده. ونحس ان هم مندمجوا الاتنين مع بعض الكريم كرامل والحليل. بنسكبه على طول في القلب اللي اتنا ايه? هنصبه فيه. هنصبه مع بعض. وده ما شاء الله يا حبيب قلب الاتباق بتاعتنا اللي هنحط فينا كريمل كرامل. الشكل ده. خلينا دلوقتي تحطي التلاتة بس. الشكل ده. يهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ما شاء الله تبارك الله. اهو وردو. ما شاء الله تبارك الله. حاجة سهلة وجميلة وف مينت. وطبعا انت عارفة هي معمولة ازاي? وادك اللي عاملاها ونضيفة وكويسة. طبعا يا حبيب قلبي مش بنحط سكر هي سكرها فيها. والسكر يا حبيب قلبي حسب الرغبة بس هو الكريم كرامل اللي بيبقى اصلا ما شاء الله سكره فيه. نقلب جدا جدا. ما شاء الله حاجة سهلة وجميلة وف سانية ما شاء الله. واحنا قلنا قبل كده يا حبيب قلبي اه اي حاجة اوزاها نسفها في في الاسفل الفيديو. وهو يا حبيب قلبي من شاء الله تبارك الله زي ما انا شايفين كده قبل الغلايان. حمزلوا بقى يبرد. ان شاء الله. ودلوقتي يا حبيب قلبي بعض الكريم كرامل اللي ما برد. ان شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنبدأ نسكبه بقى في العرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد صلاة انتم حبازا وبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد صلاة انتم حبازا وبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. قلنا حباب قلبي اي حاجة بنسمي لو نسالة على رسول الله بيبقى فيها بركة جدا. وطبعا يا حباب قلبي ده بقى ان شاء الله هنسيبه يبرد خالص وبعد كده هنحطه في التلاجة. حسب الرغبة يعني عايزة تحطي فيه الفريزر حطيه. عايزة تحطيه تحت الفريزر في التلاجة في الرف. حطيه بس طبق مش اقل من ست لتمن ساعات. وبعد كده نبدأ ناكل كريم كراميلي مع بعض. ده حباب قلبي الشكل اللي بعد ما حطناه في الفريزر اهوت. ما شاء الله تبارك الله ديت آآ فضيناها هيت. ومعكم على الكاميرا بنفض دي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل ده يا حباب قلبي. وهو برضو. قون بتاعها ما شاء الله جلاتيني وجميل جدا ازاي. وده طبعا انضف مية مرة واحلة مية مرة من اللي بره. ونجرب مع بعض. خطيرة ما شاء الله تبارك الله. شايفينها مسكة ازاي ما شاء الله وقاقوا بجلاتيني ومتمسك جدا. واه احنا من غير دعمكم ولا حاجة. وربنا يخليكم لي وما تنسوناش بقع بلايك وشير وسبسكرايب القناة. والى اللقاء في فيديو اخر. ادنتم في اعمال الله.